عقد اليوم مؤتمر الصحفي تم تنظيمه من قبل مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الدفاع في المركز الإعلامي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لشرح آخر المستجدات والاستعدادات للنسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة يوميكس ومعرض المحاكاة والتدريب سيمتكس 2024 الذي يقام خلال الفترة من الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين من يناير الحالي ومن المتوقع أن تكون الدورة الجديدة هي الأكبر في تاريخ المعرضين حيث ستشارك ثباني وثلاثين دولة ومائتين وأربعة عشر شركة محلية وإقليمية وعالمية الأسبوع المقبل مثل ما ذكرت تنطلق فعالية الدورة السادسة المعرضي يوميكس وسمتكس من تاريخ 23 لتاريخ 25 من يناير ما يميز الدورة الحالية هي مشاركة 35 دولة للمرة الأولى 11 منها نتشارك المرة الأولى في الدورة القادمة بإذن الله 214 الشركة مشاركة منهم 72 شركة وطنية تشارك في المعرض بالإضافة إلى عندنا نمو في المساحة الإجمالية للمعرض وصلنا إلى 30 ألف متر مربع مقارنة بالدورة الماضية عندنا نمو ما يقارب 15% في إجمال المساحة ما يميز أيضا الدورة الحالية هي العروض البرية والبحرية التي تقام للمرة الأولى في مركز أبوظبي وطنية المعارض وعلى قناة المارينة المقابلة للمركز هذه المرة الأولى عندنا أيضا مشاركة للأجنحة التجارية في الأنظمة الغير مهولة عندنا تقريبا ما يقارب 37 شركة تجارية متخصة في الأنظمة الغير مهولة بتشارك في المرة الأولى عندنا جناح متخصة للشركات الناشئة المحلية والعالمية وفي مسابقات لهم عندنا تحدي البرمجة التي تم إطلاقة مع وزارة الدفاع للمرة الأولى بيقام في المعرض ونحب نشكر أيضا وزارة الدفاع على دعمهم اللامحدود لهذه الفعالية الهامة